اهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين وأنا ألتقيكم في حلقة جديدة من برنامجكم عشرة سكايب حديث عراقي عندما تنتهي يعني أوراق السنة تبدأ كثير من وسائل الإعلام كثير من الوزارات كثير من المؤسسات في كل الدنيا كثير من الشركات تنشر إحصاءات أو تقدم كشفها السنوي لما حصل في السنة التي انتهت وبين ذلك يعني عندما انتهت سنة 2021 ظاهرت إحصاءات كثيرة تتحدث عن العراق لأن ما يهمنا حديثنا عراقي ومن بين هذه الإحصاءات التي تحدثت عن العراق عام 2021 كشفت منظمة حقوقية عراقية معنية بحق الإنسان وبالبشر كشفت أن العراق سجل خلال عام 2021 300 حالة اتجار بالبشر خلال أيام السنة الماضية 2021 وهؤلاء البشير الذين تعرضوا لأتجارهم من الأطفال والنساء والشباب هذه المنظمة الحقوقية والمعنية بحقوق الإنسان التي تدعى ربما اسمها المصير نعم تحدثت عن أن هذا الإتجار يشمل الفتيات المتاجرة بالفتيات الصغيرات والمتاجرة بالعضاء البشرية هناك أشخاص بشر تاجروا بهم هناك الكثير من العصابات من الميليشيات من المنظمات من المافيات تتاجر بالعراقيين بهذه الطريقة بما يبيعون أعضاءهم أما يدفعون فتيات الصغيرات إلى الرذيلة وإلى ممارسة أنواع من الرذيلة يعني ما كانت موجودة في مجتمعنا عن طريق إكراههم بالإكراه القسري يعني دفعهم باتجاهات أخرى بتهديدهم بإغصابهم يعني بطرق كثيرة وللأسف الشديد صار العراق يعني مصدر ووجهة للرجال والنساء والأطفال الذين يتعرضون للأتجار بالبشر وتحديدا الدعارة القسرية والعمل القسري هناك من يعملون يعني تحت السن القانوني هناك الكثير ممن يجبرونهم على العمل في وظائف وأعمال لا تتناسبوا أعمارهم ولا قدراتهم ولا طبيعتهم ولا مجتمعهم في عام 2017 وضع مكتب الخارجية الأمريكية مكتب وزارة الخارجية الأمريكية المسؤول عن رصد ومكافحة الإجار والشر وضع العراق ضمن قائمة الدول المشبوهة ضمن قائمة الدول المراقبة التي يعني تقوم بالمتاجرة بالأعضاء وضع وضع العراق فيها رغم أن أمريكا هي المسؤولة عن كل هذا الذي يحدث في العراق باحتلالها العراق عام 2003 هي من وصلت العراق إلى هذا الحال مع الأسف الشديد طبعاً هم لديهم معايير خاصة للتجار بالبشر كلها تنطبق على العراق مع الأسف الشديد تقارير دولية أشارت إلى متنفذين في السلطات في السلطات الحاكمة في العراق من أحزاب وقوى وميليشيات ومافيات متحكمة بالوضع السياسي والاقتصادي في العراق هي من يدير هذه الشبكات وهذه الموافيات هي من تتاجر بالناس هؤلاء شبكات تدير الشبكات للتجار والبشر دون خشيتهم من المسائلة طبعاً هؤلاء لا أحد يستطيع أن يسائلهم ويستطيعون أن يفعلوا ما يشاءون هناك بيع لأطفال رضاء بمبالغ لا تساوي شيئاً يعني واحدة من الحالات التي عرضت بـ 1800 دولار بيع طفال رضيئ وبالتالي أنت تسأل والعالم يسأل ما هذا الذي يحصل في العراق ما هذا الذي يحصل في المجتمع العراقي لماذا وصلنا إلى هذه الحالة هذه جزء من حالة التفكك من حالة الضغط على المجتمع من حالة الاقتصادية المتردية من الحالة الأخلاقية التي يحاولون أن يفككوا بها المجتمع من حالة الفرقة والتفكيك في المجتمع وفي الأسر هذا الوضع وصل إلى هذه الأسواب التي دعت إلى يعني هذه جملة وضع اقتصادي استشراء الفقر استشراء الأمراض عدم القدرة على تحقيق مطالب عوائلهم فبالتالي يذهبون إلى هذه الطرق ويدفعون بأبنائهم وبناتهم إلى الشوارع وربما الخطف والعصابات والميليشيات هذه كلها أجزاء غياب الأمن غياب الرقابة غياب القانون غياب العقاب كل هذا أدى إلى هذه الظاهرة التفاقم هذه الظاهرة القريبة العجيبة في المجتمع العراقي التي لم يكن يعرفها العراق مثلما العراق كان خاليا من المخدرات بنسبة 100% وكان يشار إليه في الأمم المتحدة وفي كل المنظمات الدولية أن العراق بلد خالي من المخدرات بلد صفر في المخدرات لا بالمتاجرة ولا بالتعاطي كان يشار أيضا إلى العراق بأنه بلد صفر وخالي من المتاجرة بالبشر هذه القضية غير معروفة والمجتمع العراقي لا يعرفها لكن الآن المجتمع العراقي يعرفها هناك خطف وهناك تغييب وهناك سرقة وهناك كالثة كبيرة تفشي الفساد ربما هو المسؤول أو في الحقيقة هو المسؤول الأساسي يعني كل ما يعصي الرشوة عدم وجود قوانين تمكن العصابات والميليشيات من الاستحواذ على كل مراكز السلطة قدرتها على أخضاء الجميع بالسلاح والقوة والترهيب هذا وغياب الدولة غياب مؤسساتها غياب جهزتها الأمنية غياب قوانينها كل هذا ساعد غياب يدها التي تراعي المواطن تدفع عن المواطن السوء تدفع عنه العازة والعوز والمرض والسوء وتوفر له الأمن والأمان والتعليم الجيد هذا جزء من غياب التعليم الأمية الجهل كل هذا أدى إلى هذه الظاهرة تفاقم هذه الظاهرة الغريبة العجيبة ثلاثمائة حالة فقط المرصودة خلال عام 2021 يعني بمعدل حالة يومياً إذا كان سنة ثلاثمائة وستين يعني فقط التي رصدت يعني بيحجود حالة يومياً من الاتجار بالبشر هناك سرق الأوضاء هناك كراه على البغاة هناك كراه على العمل القسري وهذه كارثة هذه جزء من تفكيك المجتمعات جزء من تمزيق البلدان وتحويلها إلى بلدان خاوية بلا قلب بلا عقل بلا روح بلا رؤية إنسانية وأخلاقية هذه كارثة كبيرة جداً جداً والغريب والعجيب والمعيب جداً أن تدعي الأحزاب الحاكمة للعراق أنها أحزاب دينية مع الأسف الشديد وقت هذه الحلقة قد انتهى أعزائي المشاهدين نلتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة